ننتقل إلى القاهرة ينضم إلينا من هناك سيد يوسف قسنطيني المحلل المالي والفني أهلا بك معنا سيد يوسف دعني أبدأ بالتصريحات التي سمعناها أولا من السيد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي بأن المملكة تشهد الآن إقبالا قويا على نفطها لكن يمكن الملفت هو ما تحدث عنه فيما يخص أن تراجع الأسعار لن يدوم بشكل طويل بالوقت الذي تتحدث فيه بيكر هيوز بأن هناك عودة للعديد من المنصات لبدء العمل من جديد كيف نقرأ هذه التصريحات؟ ما في شك أن أسعار النفط كانت تتراوح تقريبا مؤخرا في نطاق بين الأربعين والخمسين كنا نحكي عن النفط الخام الخفيف وستكسس أو نحكي عن براند فبالتالي هذه أسعار كثير مريحة مريحة لأنه لما كان هناك نزول في أسعار النفط كان هناك كثير منصات تخرج من الخدمة بسرعة الآن هناك منصات تدخل بالخدمة فإذا جئنا على موقع بيكر هيوز التي ذكرتها في أمريكا 17 منصة دخلت بالخدمة الأسبوع الماضي في كندا دخلت أربع منصات وعالميا دخلت 11 منصة فالآن عالميا صار فيه تقريبا 938 منصة حاليا شغالين بالخدمة هذول بمثلوا حوالي تقريبا 70% من المنصات اللي كانت موجودة من حوالي عام تقريبا في أمريكا فيه 481 منصة شغالة من أصل 884 منصة في كندا 126 من أصل 211 كانت شغالة العام الماضي فبالتالي فيه منصات عم تدخل بالخدمة فنشوف أنه بفتكر أسعار النفط بهذه المسهوات هذه حدامة يمكن معنا لفترة مدة يمكن ستة سنة بين الأربعين والخمسين فهذا مستوى مريح للمنتج وللمستهلك بنفس الوقت من ننسى أنه في الطاقة البديلة هي عم تاخد حصة من النفط الطاقة الشمسية مثلا اللي حاليا تنمو بسرعة تقريبا 16.6% سنويا هذه عم تاخد من حصة النفط مع الوقت لكن بالنهاية الدول اللي هي عم تقدر تنتج على أسعار منخفضة كثير مثل السعودية مثل الكويت اللي هي تقريبا ساعة تكلفت للبرميل دون العشرة دولار تقريبا هذول الدول اللي حيقدروا بالأخير يدمون يستمروا في باع النفط مش على أسعار هذه ولكن يستمروا في باع النفط لبقية الدول تكلفت إنتاجهم أعلى بكثير ردت فعل الأسواق العالمية وردت فعل السوق السعودي سيد يوسف على التطورات التي تصير من تصريحات على النفط كيف نقراها؟ هل هناك العامل الارتباط سوي ما بين الأسواق العالمية والسوق السعودي اتجاه النفط؟ أعتقد العالم كله الآن شايف أنه أسعار النفط أسعار مريحة طبعا إحنا ماسا إذا ترجع لي وين بيكونوا طلب أعلى شيء على البنزين يعني وعلى النفط بيكون بوقت الصيف لما يكون في عنا الإجازات الصيفية صحيح من اللي بيبتلكوا السيارات عم استهلكوا ونفطوا بهالوقت فكان في طلب بنفس الوقت في عدة بلتين كان فيها شوية مشاكل يعني سواء سياسية أو بيئية في كندا الحريق اللي حصل يعني في كتير منصات توقفت على الانتاج في نجيرة كان في مشاكل كمان هناك في عنا توقف التصدير للخارج فهذه أثرت على المعروض بالسوق لفترة وخلت أسعار النفط ترتد بسرعة وتتماسك فالآن السؤال وين هو المنطقة اللي بيكون مريحة للمستهلك وللمنتج فأنا بتوقع بين الأربعين والخمسين هي فترة مريحة لنهة العام إن شاء الله نعم نتحدث عن السوق السعودي وأيضا يمكن ترقب بالنسبة لدخول شهر سبتمبر حتى يبدأ نرى ردة فعل المؤسسات على النظام أو القواعد المنظمة لدخول الأجانب سيد يوسف يمكن استعرضنا قبل قليل حجم الشركات التي حصلت على ترخيص هل نتوقع مزيد من دخول الشركات برائك هل الوقت مناسب لعملية التنقل وحركة رؤوس أموال ما بين الأسواق أتوقع أنه طبعا لما لما سيد في القواعد المنظمة تسمح لدخول الأجانب بشكل مريح أكتر هذا يساعد كثير من دخول السيول الأجنبية إلى المملكة ويجعلها بشكل عام لكن المملكة في شركات عديدة عائلية سواء كانت أو حكومية متوقع أنه تدرج بالسوء قريبا فهذه تتطلب السيولي السيولي ما ممكن تجي فقط من السيولي الداخلية لازم تكون من السيولي الخارجية حتى تقدر تدخل السيولي من الخارج المملكة طبعا لازم وهي السوء المال لازم تهون وتسهل أمور دخول الأجانب حتى يخدسها أكثر ويتحمسوا ويدخوا ويستثمروا بالسوء المحلي لأنه هو سوء واعد الآن طبعا السوء ليس هو تحت ضغط بروقت الحالي لأنه هذا رجع لعدة أسباب قد تكون سياسة شوية تقاشفية بروقت الحالي مع تناج أسعار النفط تقلص الدعم الحكومي تقلص طبعا الإنفاق الحكومي وفي ضرائب كمان ممكن هذه تأثر على ربحية الشركات فهذه السياسة مفروض تحصل لازم تحصل حتى يكون السوء يشتغل بشكل فعال أكثر ويتأقلم مع العوامل التي تحصل إقليميا وعالميا لكن كمان لما نهين أمور للأجانب يدخلوا برؤوس أموال كبيرة من الخارج في بعض السندي يعني نحكي بالأرقام بالترينيونات قد تكون بلاك روك أو سندي أخرى نحن بدنا نجذب السندي السياسي العالمية لتبلش تستثمر وإن شاء الله لما السوء السعودي يدرج في مؤشر MSCI فهذا سيعطي العالم كله يعرف أنه فيه سوء السعودي بشكل أوضح يستثمر أكثر يتأقلم على السوء السعودي يستثمر فنحن بدنا أنه نسهل أمور للأجانب لأنه يبلش يستثمر بالسوء المحلي خاصة أن السوء سيكون واعد إن شاء الله أكثر بالمستقبل من الوطن الحالي اليوم فقط يأتينا قطاع الفنادق والسياحة على تراجع بقرابة عشر النقطة المئوية لكن إذا ما تتبعنا القطاع من بداية العام إلى الآن سيد يوسف متراجع بقرابة 48% يعني مقارنة بباقي القطاعات خطة التحول والاستثمار بالقطاع السياحي برأيك إلى أي مدى يمكن أن تعطي دفع للقطاع وإلى أي مدى يمكن أن نرى دخول يمكن ضمن هذه الشركات التي نحكي عنها قطاعات أو شركات كبيرة يمكن تدرج بالسوق السعودي بقطاع التطوير السياحي أو حتى الفنادق نعم من الواضح فنيا نرى أن القضاء وصل تقريبا لكمة على مستويات الـ 26 ألف الآن القطاع هو على مستويات الـ 9 ألف فمتراجع بشكل كبير من قمته لكن متوقع أنه وصل على مستويات قريبة جدا من مستويات القاع اللي شفناها بسنة 2013 تقريبا وهون بدون يلاقي باعتقد دعم القطاع لأنه في تير من الشركات داخل القطاع هذه صارت أسعارها يعني أسعارها سما في مستويات معقولة جدا فبوضع البيئة التكشفية اللي احنا فيها الآن حاليا كتير من المواطنين باعتقد بيتجوا إلى السياحة الداخلية وهذا لازم الدولة كمان تشتغل عليه أنه يكون في سياحة داخلية بشكل أكبر بحيث أنه المواطنين ينفقوا أموالهم داخلية ما ينفقوا بس بالخارج فقط الوفر المتطلبات يعني معظم السياح بالداخل وهذا بعتقد بيخلي القطاع يتحسن بشكل أفضل إلى الأمام لكن الآن نحن نرى أن القطاع قد يكون وصل إلى بشوات مددانية من بداية العام وهو على مستوى تقريباً التسعة تلاف مستوى التسعة هو دعم جيد له القطاع وشكراً جزيلاً لك سيد يوسف قسنتيني المحلل المالي والفني كنت معي مباشرة من القاهرة